السلام عليكم متابعي دراما سبورت بهذا الفيديو حنحكي عن المنتخبات الأكثر تحقيقا للألقاب بالعالم وفيه منتخب عربي موجود بهاي القائمة بالمنكز الثامن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية حقق المنتخب الأمريكي ست ألقاب عالمية أو ست ألقاب قارية ببطولة الكونكاكاف أو إذا حابب تسميها كأس أمريكا الشمالية وأكيد للي مو سمعان بالكونكاكاف أو بطولة أمريكا الشمالية والوسطى فهي دول بتضم منتخبات مثل كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كوستاريكا، الهندوراس وغير من الدول الموجودة بهذه القارة وطبعا يا شباب هاي البطولة أكيد ما بتتقارن بكأس الأمم الأوروبية أو بكأس العالم أو بكأس الأمم الأفريقية أو الآسيوية لكن ما فينا نحكي أو ما فينا نتجاهل تطور بعض المنتخبات بهذه القارة قامت المنتخب كوستاريكا، منتخب الهندوراس، منتخب فانما وأكيد بوجود المنتخب المكسيكي صاحب السطوة بهذه القارة بالمركز السابع منتخب فرنسا، منتخب فرنسا حقق 6 ألقاب قارية لكن بالنظر لأهمية الألقاب الفرنسية فأكيد المنتخب الفرنسي بالمركز السابع على حساب المنتخب الأمريكي المنتخب الفرنسي حقق كأس العالم مرتين حقق كأس القارات مرتين وأكيد كأس الأمم الأوروبية مرتين وأكيد يا شباب المنتخب الفرنسي غني عن التعريف يعني ما بيحتاج لمعلومات إضافية فقط بيكفي أنك تحكي عن بلاتيني عن زين الدين زيدان وحاليا مين بابي وغريزمان لتعرف أنه المنتخب الفرنسي دائما بيعطي أجيال ودائما بيعطي لعيبة ومميزين خصوصا من عام 1980 للوقت الحالي عم بنشوف منتخب فرنسا دائما منافس ودائما بتطور مستمر بالمركز السادس المنتخب العربي المصري بسبع ألقاب قارية في ثلاث ألقاب كانوا على التوالي وبطبيعة الحال حقيقة لا جدال فيها بأن المنتخب المصري هو زعيم القارة الأفريقية من دون منازع وكمان إذا بدنا نحكي عن الأجيال اللي تعاقبت على المنتخب المصري فالأجيال كانت قوية جدا والمنتخب المصري دائما منافس بالقارة الأفريقية بس ما لازم ننسى جيل حسن شيحاتا جيل فاروخ جعفر جيل محمود الخطيب جيل أبو تريكا جيل حسام حسن جيل عصام الحضري يعني بصراحة إذا ذكرنا الأسماء ممكن ما حنخلص لبكرة لذلك يفضل عدم ذكر الأسماء بالأجيال المصرية اللي حققت زعامة القارة الأفريقية حتى بتجيل الحالي للمنتخب المصري فينا نحكي أنه جيل جيد نوعا ما يعني ممكن نوعية اللاعبين باستثناء محمد صلاح مختلفة عن الأجيال السابقة لكن كمان هذا المنتخب تأهل لكأس العالم بال2018 ممكن ما حقق نتائج لكن تأهل لكأس العالم وكمان تأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية فإسا فينا نحكي أنه المنتخب المصري أحد أقوى وأحد أفضل المنتخبات الأفريقية بالمركز الخامس منتخبي المفضل منتخب ألمانيا حقق 8 ألقاب قارية 4 مرات كأس عالم 3 مرات كأس أمم أوروبية ومرة كأس القارات طبعا يا شباب منتخب ألمانيا بكل عرس له أرس فهذا المنتخب بأسوأ الأحوال بتأهل للدور نصف النهائي بأي بطولة بيلعبها ممكن ببعض البطولات بتشوف انتكاسة للمنتخب الألماني وهذا الشي صار بكأس العالم 2018 لكن بالمجمل فمنتخب ألمانيا إذا ما تأهل للنهائي أو إذا ما حقق البطولة فالوصول للدور نصف النهائي أمر حتمي بشكل أو بآخر حتى قاري لينكر أحد أساطير الكرة الإنجليزية حكى مرة بأن كرة القدم لعبة جماعية مكونة من إداعش لاعب ضد إداعش لاعب لكن بالنهاية المنتخب الألماني بفوز وأكيد هذا التصريح فيه شوية مبالغة لأن بالنهاية مو المنتخب الألماني دائما يفوز ما فيه منتخب يفوز باستمرار لكن فينا نحكي أنه المنتخب الألماني دائما منافس دائما منتخب قوي بكل البطولات وبكل المناسبات وبالمركز الرابع يا شباب منتخب المكسيك أحد أقوى منتخبات أمريكا الشبالية ومنتخبات الكونكاكاف حققت معاش لقب إداعش لقب بطولة كونكاكاف ولقب كأس القارات نحن حكينا عن بطولة الكونكاكاف لما تحدثنا عن المنتخب الأمريكي وعن الدول الموجودة بكأس الكونكاكاف لكن إذا بدنا نحكي عن المنتخب المكسيكي وعن الأجيال اللي تعاقبت على المنتخب المكسيكي فلازم ما ننسى هوغو سانشيز اللي كان أحد أساطير ريال مدريد وكمان رافايل ماركيز أحد أفضل قلوب الدفاع بنادي برشلونا أيام العز طبعا وتيتشاريتو اللي لعب مع مانشستر يونيتد ولعب مع ريال مدريد المركز الثالث منتخب التانجو منتخب الأرجنتين حقق 17 لقب مرتين حقق كأس العالم 14 مرة حقق كوبا أمريكا وكمان مرة واحدة حقق كأس القارات ألقاب عديدة للمنتخب الأرجنتيني وبطولة كوبا أمريكا يعني أمريكا الجنوبية طبعا منتخب الأرجنتين غني عن التعريف بكفي تقول دييغو أرماندو مارادونا لتختصر تاريخ المنتخب الأرجنتيني لكن ما لازم ننسى باساريلا أحد أفضل أساطير الأرجنتين بكأس العالم بأول مرة حقق فيها المنتخب الأرجنتيني كأس العالم وكمان أجيال تعاقبت يعني دييغو سيميوني باتستوتا أورتيغا أجيال حققت كوبا أمريكا وحققت بطولات عديدة مع المنتخب الأرجنتيني وكمان إذا بدنا نحكي عن الجيل الحالي فأكيد بوجود ميسي وأقويرو وممكن ما حققوا ألقاب مع المنتخب الأرجنتيني لكن من أفضل الأجيال اللي مر على المنتخب الأرجنتيني وفينا نحكي أنه جيل ممتاز لكن بلا ألقاب بالمركز الثاني منتخب ممكن يكون مفاجئ للبعض منتخب الأورجواي حقق ألقاب قارية بعدد 17 مرة مرتين كأس العالم و15 مرة كوبا أمريكا بالنظر لحجم هاي الدولة الصغيرة يعني الأورجواي دولة صغيرة عالميا وكمان بالنظر للإمكانيات المادية الضعيفة لهاي الدولة فينا نحكي أنه هاي الإنجازات لا معقولة بالنسبة لكرة القدم وبالنسبة لمنتخب مثل الأورجواي ألا ممكن فيه ناس بتقول أنه هذا المنتخب حقق هاي الإنجازات بفترة الأبيض والأسود وأنه حاليا المنتخب الأورجواي منتخب عادي لكن أنا شايفه أنه منتخب الأورجواي دائما بيقدم لاعبين بيقدم لاعب أصحاب قوة بدنية أصحاب مهارة فردية بكفي تقول سواريز بيلعب مع البارسا فالفيردي بيلعب مع الريال كافاني بيلعب مع باريس سان جرمان لا تعرف إمكانيات هذا المنتخب وقوة هذا المنتخب بالمركز الأول بطبيعة الحال منتخب السحرة منتخب البرازيل منتخب السامبا حقق 18 لقب قاري 5 مرات كأس عالم 9 مرات كوبا أمريكا وكمان 4 مرات كأس القارات شي ولا في الخيال إلا أنا بحياتي ما شجعت المنتخب البرازيلي أنا من مشجعي منتخب ألمانيا فلذلك في اعتبار كون مباريات ألمانيا والبرازيل مباريات قوية فينا نعتبر المنتخب البرازيلي هو غريم تقليدي لكن رغم تشجيعي للمنتخب الألماني فبصراحة ما بفوت أي مباراة للمنتخب البرازيلي بحس بالاستمتاع بتستمتع وانت عم بتشوف المنتخب البرازيلي بتحس انه اللاعب بيلعب المباراة لتستمتع انت ممكن تشجيعي للمنتخب الألماني لكوني شخص محب للانضباط للتكتيك للعب المتزن للعب للدقائق الأخيرة لكن أحيانا لما بمل من الانضباط والتكتيك وحابب شوف شي مباراة فيها متعة فأكيد الاختيار الأول يكون للمنتخب البرازيلي بأي بطولة كأس عالم أنا بشوف من الظلم أنك تذكر أي اسم من جيل من الأجيال لعبة البرازيل لأن البرازيل كل عام عم بتعطي 200-300 لاعب جديد ومن أفضل اللعبة بالعالم فينا نحكي أنه في بيلي في زيكو في سوقراط في رونالدينيو في رونالدو الظاهرة في روبرتو كارلوس في كافو في دونغا لكن في روماريو في ريفالدو لكن حتنسى حتنسى أسماء كثيرة حتنسى أسماء مرعبة حتنسى أسماء قدمت للكرة البرازيلية وبصراحة هذا المنتخب وهل هل الدولة بالذات بتعطيك متعة كرة القدم على كل حال يا شباب بظن بهذا الفيديو حكيت عن أفضل 8 منتخبات تحقيقا للألقاب وأكيد هذا الترتيب بناء على عدد الألقاب وليس على أهمية الألقاب في كأس عالم أهم من 20 بطول تكون كاكاف لكن نحن عملنا الترتيب لعدد الألقاب القارية وليس لأهمية اللقب القاري بنهاية هذا الفيديو بتمنى هاي الفقرات تعجب المتابعين تكون فقرة جديدة للبعض وتكون المعلومات جديدة للبعض الآخر وبتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر